بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصر الكريم وعلى آله وصحبه والسلام الطيب والطاهري السلام عليكم وبركاته معكم الدكتور رحمة الدين العباد لابد يعني من الإشارة قد تكون فاتتنا في الحلقات السابقة وهي أنه سيدنا أبو بكر ما ترك المدينة عارية معنا آخر بدون قوة تحميها ترك فيها عكرة ابن أبي جهل أبقاه في المدينة كاحتياط ويبرغ عديد جيشي نحو ستة ألاف مقاتل هو أيضا من قريش أبو جهل أبو جهل ومن قريش فلذلك هم اللي يا أخي والله يا قريش والله هي اللي حملت الإسلام والله هي اللي حملت السيف من أجل الإسلام يعني يجب أن نعترف لا يجوز أنه نظلم الناس حق لما شاف يعني هرقل طبعا نسي خلافاته مع الفرس ودعهم قالهم تعالوا قلنا نتعد ضد المسلمين اللي جايون هذولا هلكوكو هلكونا بدوان كذا وإلى آخر بس وين يعني هذولا البدوان شذبتهم العقيدة الإسلامية وهذول تدربوا على يد أفضل خلق الله أفضل خلق الله من بشر وحجر وشجر وملائكة اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذول درسوا في مدرسة محمد وتعلموا في أجمده وبالتالي لا يعلموا إلا أن الموت وإما الحياة والله إن الذي تفرون منه هو الذي نحبه تفرون من الموت إحنا بنحب الموت ولذلك انتصروا وكان عندهم زهد فالمهم هذا هرقل وين قاعد في فلسطين يوم شافها يا عمي نهم زبطة معاه راح على دمشق دمشق دعا كل القادة اللي حوالي قالهم يجي مع تخير هذول عربان يجونا فإحنا إذا بدنا نظل نقاتلهم ما نعليهم حيلا لأنهم هذول عندهم عقيدة هو أصلا أصلا هو هرقل كان يعرف أنه هي عقيدة حقيقية وكان يرغب الرد على لساسي اللي محمد صلى الله عليه وسلم اللي وداها بحي الكلبي سألها له جابها له أنه يسلم وخلص وانتهى الموضوع فهذول اللي حواليه مسامير الصحن كما هي عادة أي مبتلة مسامير الصحن فما ردوا وقال لهم طيب احنا يا عمي نقاسهم على نصف خراج بلاد الشام ويحلوا عنها فلا المسلمين قبلوا ولا اللي حواليه قبلوا قالوا لا اللي حواليه لازم نقاتل وهضول شردم وهضول إلى آخره ولذلك صارت عندك بناء على هذا الكلام وبعد هذا صارت عندك المعارك الحامية الوطيس الحامية الوطيس اللي هي أجنادين وطبقة فحل واليرموك هذه 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 المعارك الثلاثة هي التي دمرت الإمبراطورية البيزنطية في بلاد ثمود وبلاد الشام أنا يعني أقول بلاد ثمود اللي تعني الأردن وبلاد الشام تعني بقية بقية هو صحيح أن الأردن جزء من بلاد الشام لأن كلمة الشام هي تعني الموجودة على يسار مكة المكرمة أو شمال مكة المكرمة فقطروا قالهم فطر هو قال لك لا مدام هيك خليني لا حوله ولا قوة إلا بالله بناء عليه صار عندك معركة طبقة فحل 13 شجرة 635 ميلادي معركة اليرمو 15 شجرة 636 ميلادي وكلاهما في منطقة التي يشملها الأردن الحديث عدين وكلاهما كان مش المسمار الذي نعش الامبراطورية الرومانية بل هو القضاء القضاء الماحق الساحق على الامبراطورية الرومانية وبالتالي يعني لا هرق قدر يطلع بيدوا إشي ولا جوجهم قدر يطلع بيدوا إشي لأنه انت انصر الله ينصر كوة بتقدامكم يعني هذول جماعة ينصرهم ربنا فلينصر ربنا لا يمكن انكسر ولأربنا ضده لا يمكن انتصر يعني هذه معادلة معروفة أنه الله سبحانه وتعالى وبيده الملك على كل شيء خدير يعني ليس ليس الأمر قوة عسكرية أولا قوة الإيمان ثم القوة العسكرية إذا تساول إذا تساوت قلة الإيمان مع قلة الإيمان فالقوة العسكرية هي التي تقلب والخطط لكن أيضا المسلمين كان عندهم خالد بن وليد خالد بن وليد هو أهم أذكى وأدى قائد عسكري عبر تاريخ البشرية يعني احنا نقول مثلا المتنبه أعظم أعظم شاعر في البشرية وفي الإنسانية وأيضا خالد بن وليد طبعا لا شبه بينهما لكن نحن قلوا أنه هذا عربي وخالد بن وليد رضي الله عنه كان 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 أعظم قائد عسكري في تاريخ البشرية رجل لما تشوف تقرأ تفاصيل معركة اليرموك تندهل من خطط العسكرية حتى سيدنا أبو بويدا لما سلم سيدنا عمر القيادة قال له يا أخي أنت تصرف كقائد لأنك هذا شغل والحديث بقي والسلام عليكم لأنك هذا شكرا للمشاهدة لأنك هذا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة